اشتركوا في القناة مع تواصلي هذه التحديات ومع تواصلي هذه الانطلاقات من هنا من عاصمة ميادين السباق من هنا من ميدان الوثبة أحييكم وأرحب بكم من جديد انطلاقات شوطنا متواصلة هنا بانطلاقات سن اللقاية وشوطنا الرابع ينطلق ببركة من الله وتوفيقه شوط يضم في طياته اللقاية لبكار انطلاقة الأسماء وتحديات الأربعة كيلومترات الكل يبحث عن الفوز والكل يبحث عن الانتصار وعن تسعيرة هجن الرئاسة الثالثة شكرا لهذه المؤسسة العملاقة والكبيرة والدائمة لهذه الرياضة مقدمة شوط وصدارت الأسماء وتابع أول التحديات والانطلاق الأول معالي حمد بن مطر بن عميرة الشامسي يتقدم الأسماء مقدما لنا معاني بينما المركز الثاني مجنة عارف بن سيف بن راشد بالمحرمي الكتبي ينطلق على المركز الثاني والمركز الثالثة وصول الغزيلة محمد بن أخويتم بن بخيت بن أخويتم العامري على المركز الثالث والمركز الرابع وتابع القادمة هي الشاهنية عبد الله بن ناصر بن مشيطة المري والمركز الخامس وتابع اللي تسللت من العمقة هناك ككسيورة اسهيل بن محمد بن أحمد الوهيبي والمركز السادس وتابع الانطلاق والحضور من الرومية اسهيل بن محمد بن أخويتم الشامسي والمركز السابع أتابع الانطلاق والحضور من الشايبة علي بن حمد بن خويدم العامري وأيضا أتابع اسما بدأت تتسلل الوثبة في هذه الأثناء بشعار الزفنة بن مسلم بالزفنة العامري وأتابع شعارات قوية وحاضرة وبكل قوة لأتابع أيضا انطلاق وحضور من مياس سعيد بن محمد بن حمد الدرعي وأيضا انطلاق مميز في هذه الأثناء وحضور من شهب ناصر بن حمد بن عميرة الشامسي الأسماء متقاربة والشعارات متناثرة تنطلق هذه الأسماء بحثا عن الانتصار وبحثا عن المجد ولكن مقدمة شوط صدارة الشوط مزنة تسللت على المقدمة عارف بسيف بن راشد الاكتبي ينطلق بالمركز الأول بينما المركز الثاني تسللت شوف اللي تسللت على المقدمة كسيورة اسهيل بن محمد بن أحمد الوهيبي بدأ ينطلق بكسيورة أحد الأسماء الكبيرة أحد الأسماء التاريخية والمميزة كسيورة بينما المركز الثاني تابعوا وراقبوا الشامخة جوير الله بن علي بن منع الأحباب وصل من وين؟ ما وصل ما دارينابة تسلل على المراكز الأمامية حتى أن ينطلق بالمركز الثاني المركز الثالثة وصلت معالي تبحث عن المعالي في شوط المعالي شعار بن عمير حمد بن مطر بن عمير الشامسي أهالي زاخر والمركز الثالثة الثالثة شوفوا اللي وصلت الرومية وصلت اسهيل بن محمد بن أخويدم الشامسي والمركز الرابع القادم على المركز الرابع هناك الحضور والانطلاق من عالية عالية واداها عالي عالي ومستوها عالي مكتوم بن دحان بن زايد المزروع وبن مشيط على المركز الخامس بدأ ينطلق بشعاره واللي وصلت في هذه الأثناء وصلت الشاهنية أحياب بن مطر بن سعيد الاكتباء وأتابع أسماق قادمة وبكل قوة شعار بن لوتية بدأ يتسلل هناك من المراكز الأخرى من الجانب الآخر نعم رغم الانطلاق المتأخر ولكن أيضا أتابع حضور الصايلة سالم بن عبيد بن سالم بوظفيره العامري وأيضا انطلاق من الهلالية حمد بن علي بن عبيد بالرشيد الاكتبي ولكن اقتربنا يا أخواني اقتربنا يا أخواني يا سلامي يا سلامي على اللقاية يا سلامي على البكار عز بدأت تتحرك عز بدأت تنطلق تبحث عن مكان العز عن مكان الشرف سعيد بن محمد بن علي بن حليس الأعفاري ولكن المقدمة شوف المنظر وتابع شوف الصورة وتابع ومتع عيونك يلا يتابع متعها الانطلاق الأول التحدي الأول عز يا عز يا بن حليس روح يا مال العز روح يا مال العز يا راعي عز ولكن بوظفيره راعي دبان راعي دبان مال هامان ينطلق هناك بيس صايلة وأيضا الانطلاق الحضور من هنا الشاهنية أحياب بن مطر بن سعيد الاكتبي روح يا راعي الشاهنية 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 والصايلة وعز 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 ولكن أيضا الرومية الرومية بدأت تعود هذه ما تعرف الاستسلام هذه ما تعرف الانهزام ولا يعرف راعيها ولا يعرف مالكها سلامي عليه يا بن خويدم يا راعي الرومية يا راعي الرومية يا راعي الرومية يا رعي الرومية سلام الرومية الله عليك يا رعي الرومية اسهيل بن محمد بن خويد من شامسي تهانينه والناموس على فوز الرومية ما تعرف الاستسلام ولا تعرف الانهزام أبدا هناك بينما المركز الثاني كان الحضور هناك والانطلاق من شاهينية أحياب بن مطل بن سعيد اللي اكتبه حضرت في المركز الثاني المركز الثالث وصول وانطلاق وحضور كبير نعم من هناك انطلاقات وحضور وصول المركز الثالث الصائلة سالم بن عبد بن سالم بوظفير العامري والمركز الرابع وصول عز سعيد بن محمد بن حليس العفاري والمركز الخامس كسيورة اسهيل بن محمد بن أحمد الوهيبي تهانينه والناموس لجميع الفائزين تهانينه والناموس يا رعي الرومية اسهيل بن محمد بن خويدم الشامسي لحظات توقيتها الزمن في هذه اللحظات ستة دقائق بدون ثواني ثمانية أجزاء من الثانية سلام الرومية سلام وسلام عليك يا سهيل يا بن محمد يا بن خويدم يا الشامسي المركز الثاني ستة دقائق ثانية واحدة جزء واحد من الثانية كانت يا الشاهنية حياب بن مطر بن سعيد الكتيبي تستاهل النموس يا رعي الشاهنية والمركز الثالث وصول الصائلة وشعارها وتوقيتها الزمني ستة دقائق ثانية واحدة جزءا وحيدا أيضا من الثانية تستاهل النموس يا بوظفيرة على فوز الصائلة سالم بن عبيد بن سالم بوظفيرة العامري تهانينا والنموس لجميع الفائزين وحظة نوفر لمن لم يحالفوا الحظة اشتركوا في القناة